الاهل والبيرامنز هم اكتر نديين يعني عندهم حركة في الصفقات والصفقات الكبيرة النهاردة هنتكلم على الاهل والبيرامنز تحديدا مش هنتكلم على الزمالك اللي لسه مدخلش سوء الانتقالات ولسه ما اتعاقدش مع لعبين جدد لما يحصل ده نتحدث عن الزمالك ولكن ماذا عن الاهل والبيرامنز ايه التشكيلة المتوقعة للاهل والتشكيلة المتوقعة للبيرامنز بعد الصفقات الجديدة وبعد الصفقات المتوقعة ده اللي هيقوله محمد جمال دلوقتي يا جيمي، حبيبك، نقول إيه؟ هنأتكلم على التشكيلتين المتوقعين، وزال الصفقات اللي هي علنت، أو قريبة جداً من الإعلان، أو حتى قريبة من الأهل أو بيراميد التحديد. أنا شايف أنهم حتى هذه اللحظة، وأنت قلت السبب في المقدمة، فرقة الزمالك شوية بعيد في الانتقالات الحالية، مش شوية بعيد، هو لسه بعيد، بعيد حتى اللحظة، وفالأهل أو بيراميد زالهم في رسائل الرهان، سواء بيرتكلم عنهم في دوري أبطال أفريقيا أو حتى في الدوري، فخلينا نشوف الأول، هنستعرض التجمي نوجه، قل، أنا عجبني قوي 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 كمان الحركة البنك الأهلي في السفقات، قوي جداً وسريع جداً، وبيشتري العيبة تبدو إنها مهمة يعني. بس أنا متخوف شوية من اللي حصل لأن البنك الأهلي جاب سفقات قوية الموسم اللي فات، ودخول الموسم كان سائق جداً، وإنهاء الموسم كان سائق جداً، أدوبك لحقه في الأواخر مع بابا فاسيليو، لكن أنا شايف إن بابا فاسيليو مديرك كويس، وابتروا يحفظوا طريقته مع بعض التدعمات خاصة إن هو طلب أيمن أشرف في خط الدفاع تحديداً، طلبه بالإسم، مش عشان هو العيب كبير متاح في سوق الإنترى، ونرجع عليه الأهلي، الأهلي يا كريم حتى هذه اللحظة أعلى رسمياً عن صفقتي، عن إمام عشور، وأنا حابب أثني على تدعمات النادي الأهلي يا كريم، مش بسبب إنه النادي الأهلي ماشي بشكل جيد، لا خالص، إنه تدعمهم أحر أقول إنه ماشي، 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 إمام عشي، طيب يلا، يلا تعلم، أثني قبل ما أخش على التشكيل، أثني على تدعمات النادي الأهلي إنها تدعمات نوعية، مش بالكم، الأهلي عمل صفقتين الاثنين، وفي الأغلب الأعام هيجيب صفقة ثالثة ويقفل، الأهلي مش هيجيب صفقات كتير، وممكن رابعة؟ رابعة هتبقى لعيب عائد، أو لعيب تحت السن، أنا أولا بقول لك لعيب تحت السن، أو لعيب عائد، نحن نقولي التالتة هتبقى مهاجم، الرابعة جالباً تبقى صغير قيصر، لو عمل الرابعة يعني، الله ينقل عليك، فأنت بتتكلم إنه تدعمات كلها نوعية في أماكن احتياج، أنا مش بقى عمل صفقاته وخلاص، مش بقى عمل صفقاته وخلاص، فأنا حابب قلتك على ده، بنحط تانية ببيراميض نفس الكلام، خلينا نروح لأهلي الأول، هاتي التشكيل على أطول، وقول لك التشكيل ده، احنا شرحنا التشكيل عشان ما نعودش نشرح تاني من حلقتين تلاتة فاتوا، احنا هقول لك التشكيل ده ليه لو نستعرض تشكيل النادي الآن، وعشان زي ما قلت لك، والجملة اللي بقى لك الشهيرة جداً، الوقت يداهمنا، طب يلا الوقت يداهمنا، يلا تشكيل النادي الآن، لسه التشكيل، لسه التشكيل مجه؟ يلا هو، آه هو وصل، 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 محمد شنوه طبعاً في حراس المرمى، محمد هاني زهير ايمان، محمد عبد منام، ياسر ابراهيم علي معلول، خط دفاع بحراس المرمى ولا اي تغيير عن الموسم الماضي، مروان عطيها، صفقة الجديدة، المهمة جداً في تشكيل النادي الاهلي، امام عشور، ريدا سليم على الجناح الايمان، بيرسي تاو، يعني هي بس التغييرة ممكن امام يطلع شوية، بس يعني مش هيبقى بالزبط زي الرسمة بتاهم، اللي هو مروان هيبقى ستة امام قدام شوية، قدام امام بيرسي تاو قدامه، امام بأدوار دفاعية شوية، وبيسي وأدوار هجومية طبعاً ناحية ريدا سليم، سوزة وما بين قوسين او مهاجم افريقيا، عشان بس القصة دي نبقى نتكلم على تفصيلين بعدين، صح صح، سوزة او مهاجم افريقيا، لانه حتى هذه اللحظة الرجل لسه منتظر سوزة، ماشي، كولر، واحسن الشحات طبعاً ناحية الشمال، دي التشكيلة الاساسية، واقول لك كمان يا كريم، البودلاء اللي متوقعين من وجهة نظري، سوزة، انت كلمتين على سوزة دي، انه في ممكن يبقى في مهاجم افريقيا، كلمتين مبارحة في حالات مبارحة، ايه، ايه بقى، فكر الناس اللي انت قلتهم مبارحة، طيب، احنا تكلمنا على انه سوزة الراجل منتظر، الراجل متمسك ببشدة، ذات الاهلي، مش اقول مش مقتنع بسوزة، لكن شايف انه، خلاص، ماسك فيه قوي يعني، ومش بيقول انا معنديش حد بديله، حد يقدر اشتغل مكانه، وانا مقتنع بيه تمام، انه هو مهاجم الفرقة، بالنحية التانية الاهلي لا ماشي زي ما هو، فيه اثنين مهاجمين، اثنين بلعبه في اوروبا، وفيه مهاجم تالت، كان موجود في الترشيحات، وخرج ورجع تاني موجود بلعف احد الدوريات العربية، دول اللي موجودين على طاولة الراجل، بالمناسبة الراجل اه على الثلاثة صح ورتبه، راجل اه على الثلاثة صح ورتبه، لكن هما لازلوا منتظرين، دكت الاهلي موجود نظري، شبير، ربيعة، ديانج، أفشا، السولية، عبدالقادر، كهربا، شريف، أكرم، توفيق، هقولهم تاني، لان في الاخر هسأل الناس بقى، هسأل الناس سؤال، والناس تبقى الجاوب، شبير، ربيعة، ديانج، أفشا، عبدالقادر، اللي موجودين في الاسبوت بتاع اللعب مع مارسل كولر الموسم اللي جاي، نتكلم على بيرامدس، وبعدين الناس تبقى تحاول، وهم ايه، يركزوا معنا كده في الأسماء، علشان يحاولوا يفكروا أنهي تشكيلة، يبقى عندها الأبر هاند من الناحية النظرية، طبعا كل ده كلام نظري، طبعا كل ده لسه نستنى الموسم، لا ولسه يا مدربة يحول تشكيلة، وفيه لعيبة ممكن تمشي في أكر اللحظة، مصاب لعيب موقوف، صح، فيه لعيب ما سيدي، ما حضرتوش في التشكيل الأسية، ولكن اللعيب مهم جدا في النادي الأهلي كريم فؤد، طبعا، وكريستو، أنا بتكلم قلت عشرين، وفيه لعيبة تانية، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة كمان، هاي،